دي احد المركات المشهورة لزيت الزتون المنتشرة جدا في كتير من الدول العربية هل المفروض زيت الزتون ده نستخدمه على البارد بس نحطه على الصلطة على الفول على الجبنة ولا ممكن نطبخ بيه ونعرضه للحرارة عادي وهل تعرض زيت الزتون للحرارة ممكن يخليه كون بعض المواد السمة ولا المعلومة دي محتاجة مننا شوية تصحيح السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب وكونوا بخير ولسه بنكمل مع حضراتكم سلسلة الحلقات اللي بدأناها وبنصحح فيها بعض المعلومات الغذائية الخطيئة والنهاردة معدنا مع زيت الزتون هل فعلا زيت الزتون بيتحمل الحرارة ولا لا عشان نعرف المعلومة دي لازم نعرف حاجة مهمة ان كل مادة دهنية كل نوع من انواع الاحماض الدهنية لها درجة حرارة بعد درجة الحرارة دي بتبتدي تتعرض للاحتراق وتبتدي يتدخن يعني تتبخر وتطلع بعض الابخرة البيروكسيدية اللي ممكن تكون ضرة جدا للصحة العامة وكل مجموعة من الزيوت او كل مجموعة من الدهون لها درجة خاصة بيها اسمها درجة الاحتراق او درجة التدخين الدرجة دي كل لما كانت درجة حرارة مرتفعة معنى كده ان زيت بيتحمل الحرارة وممكن نضغ به واذا كانت درجة منخفضة طبعا يبقى المفوض نستخدم الزت ده على البارد لو بصنا بقى على انواع زيت الزتون المختلفة هنلاقي زيت الزتون البكر الممتاز بيتحمل حرارة او ممكن يوصل لدرجة حرارة 190 درجة مئوية من غير ما يحترق او يتبخر او يتأكسد وبالتالي ممكن يتحمل معانا لدرجة حرارة ممكن نسميها درجة حرارة مرتفعة نسبيا طبعا في زيوت اكتر منه ولكن ده ما يخليش زيت الزتون ما ينفعش نطبخ به ممكن نطبخ به عادي لان قليل جدا من عملية الطبخ اللي بتوصل فيها درجة الحرارة ل190 درجة مئوية وفيه برضو انواع من زيت الزتون اللي هي البكر بس طبعا فيه بكر ممتاز وفيه بكر بس زي اللي معانا ده بيتحمل درجة حرارة لغاية 210 درجة مئوية ودي درجة مش قليلة خالص وده معناه ان زيت الزتون ممكن يتحمل معانا درجات الحرارة لمختلف انواع او عمليات الطهي المختلفة وغير صحيح تماما ان زيت الزتون المفروض نستخدمه على البارد بس يعني لو قاررنا زيت الزتون بالزيت الحار مسلا او زيت بزرة الكتان هتلاقي نقطة التدخين بتاعت زيت البزرة الكتان او زيت الحار ما بتتجاوز 110 او 115 درجة مئوية للانواع غير المكررة عشان كده المفروض الزت الحار نستخدمه على البارد بس وما ينفعش نعرضه لأي نوع من انواع درجة الحرارة لانه بيتكسر تحت درجة حرارة منخافضة بعد مية درجة مئوية او مية وعشرة درجة مئوية بتبدي يتكسر ويتبخر ويتأكسد وده بيخلي الزيت حتى لو كان زيت مفيد للصحة العامة بيكون مواد ضر احنا في غنى عنها طب في حد هيقولي الزيت الحار وزيت الزتون جي من الزيوت الغالية نسبيا احنا عايزينك تكلمنا عن الزيوت اللي بنلاقيها في السوبر ماركت ويكون ارخص شوية طبعا كل انواع الزيوت دلوقتي غاليت بس احنا عايزينك تتكلم عن زيت دوار الشمس زيت بزرة القطنة زيت الدورة مقارنة الزيوت دي بمسلا الدهن الحر اللي احنا ممكن نجيب به اللبيض بتاع اللحوم او دهن اللحوم او دهن الحيوانات ونسياحه ونحاوله لمادة دهنية نطبخ بيها احنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده اكتر ما تكلمنا عن زيت الزتون بصوا يا جماعة ومكلمتين كده قولهم بسرعة ودول مهمين جدا بعد ما خلصنا لعلومة زيت الزتون الحديث عن بعض المواد الغذائية دلوقتي على مواقع التواصل اجتماعي اصبح عليه شوية محازير الناس بقت مقتنعة بشوية قناعات كده القناعات دي ما عندهاش اي سطاع انها تغيرها لو انت تكلمت عن السكر وما قلتش عليه سم يبقى انت كده شركة السكر دفعالك فلوس شركة الحوامدية دي تدفع لي مرتبة هل لو انت تكلمت عن زيوت النباتية وما قلتش عليها سم والمفضن المياه في الزبالة تبقى شركات زيوت اللي دفعالك طيب مهما تجيب ادلة ومهما تجيب ابحاث الابحاث دي عند خلتك مفيش ابحاث بتقول اي حاجة احنا مقتنعين ان الزيوت دي مضرة هي بالعافية مضرة طب ليه هي كده طب ما الاميجا سيكس موجود في البزور يعني زد دور الشمس البزرة نفسها في اوميجا سيكس اوميجا سيكس دي مش ضر ضحم دي ضهني زيادته بس زيادة نسبته عن اوميجا سري في الجسم هي اللي بتعمل مشاكل لا هو مضر احنا مقتنعين بكده وهتلاقي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مؤخرا عن السامنة المهدرجة ويعني ايه سامنة غير مهدرجة ويعني اصلا عملت الهدرجة وقلنا ان زيوت السائلة مش زيوت مهدرجة لان ما فيش زيت سائل نسميه مهدرج اتفرجوا بقى حضركوا على التعليقات اللي في الفيديوهات والخناقات اللي دخلت في ناس دخلت خانقت مع بعض في التعليقات بسبب زيوت احنا بقنا دلوقتي الحاجات اللي يعلق ببعض المواد الغذائية اصبحت الكلام فيها اشبه ما يكون بالمساس بالعقيدة بقت الناس مقتنعة كده عندها عقيدة عن بعض انواع الاغذية ان انت ما تقرب لهاش واذا قربت لها لازم تقول عليها السم قاتل وإيه اللي تبقى مدفوع لك وبيصعب علي جدا لما لاقي اي حد بيجي يتكلم معايا في التعليقات يقولك ايه تيجي تقوله الدليل تيجي تقوله الجهة الفلانية الطبية بتقول كذا يقولك دي كلها المافيا بتاعت الاغذائي هيا اللي دا فعلها دي الابحاث دي كلها مأجورة تسأل الشخص دا تقوله انت اخر بحثة قارته كان ايه وعرفت مني انه مأجور تلاقي ما قراش حاجة هو بيسمع كلامه بيردده خلاص طب احنا ليه بنسمع وبنردد طب ما نقرأ انا بقولكش يصدقني انا بقولك شوف الادلة وقرن بنفسك وشوف الادلة التانية اللي الناس بيقولها وقرن بنفسك هتلاقي مفيش اي دليل علمي بيقول ان الزيوت النباتية فيها مشكلة وكنا هنوضح يعني ايه تكرير وعملات التكرير دي وايه زيوت اللي نتجنبها مش كل زيوت كويسة وايه الاخطاء اللي احنا ممكن نعملها في الزيت نخليه ضار يعني ممكن الزيت دا يتحول الى مادة ضرة جدا وممكن السمنة برضو نستعملها غلط تتحول لمادة ضرة جدا ويعني ايه بزور معدلة ورصيا وازا كانت الزيوت اللي نتجة من بزور معدلة ورصيا ضرة وبتعمل مشاكل مهببة طب ليه كندا مسلا صحياتهم كويسة مهما بيه اكتر شعبي بيستهلك الكانولة زيت الكانولة دا اللي هو زيت الليفت بزرة الليفت زيت مكرر ومعدل ورصيا فازا كان الناس اللي بتقول ضار فالمفوض ان الناس دي في كندا يكون اول شعب اضر ليه ما اتضروش ليه الجماعة الهنود اللي بيقلوا كل صبح وليه ما اتضروش طب لما زيت كلها مدرة ليه المسيحيين مثلا لما بيتضخوا فترة الصيام الطويل والصيام القصير الصيام الكبير والصيام القصير والصيام الرسل بيتضخوا بالزيت بس ليه ما يفيش احصائية بتقولوا ان هم اكثر امراضا من غيرهم وصحيتهم كويسة طب لما زيت مدر دي ما بنفكرش تفكير نقدي خالص يعني احنا مش عايزين نفكر مش عايزين نتعب نفسنا فدي بتخلي بقى كل لما نيجي نتكلم عن موضوع ده انا وغيري على فكرة عابين نتكلم عن الموضوع ده تلاقي هجوم واشتيمة من غير داعي طب ليه طب خلاص طالما سمي انت مقتنع سمي خلاص لا يسهلك فده اللي بيخلي كتير من اصحاب المحتوى اللي عايزين يوصلوا المعلومة صحيحة للناس بطلوا يتكلموا في الموضوعات دي يعني خوفا او خشياتا من وجع الدماغ لانا ما فيش حد عايز يجيب لناس وجع الدماغ من كتر التعليقات اللي بقت موجهة اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بيجينا على القناة كل يوم خلاص حلقتنا النهاردة زيت الزيتون من زيوت المفيدة جدا واللي متحملة لدرجة الحرارة ممكن درجة الحرارة يتحملها زيت الزيتون في بعض الانواع توصل 110 درجة مقوية وده بيخليه زيت ممكن يتحمل درجة الحرارة عادي وممكن لو كان متوفر ونقدر نجيبه حابينا نستعمله على البارد صحي وهنستفيد بالفوائد اللي موجودة فيه حابينا نضخ به مش هيبقى دار وهيعتبر مادة دهنية صالحة لعملية الطهي بانواعها المختلفة يارب اكون قدرت فيك حضراتكو النهاردة بمعلومة واشوفكو على خير الفيديو جاي